بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أبضل الصلاة والسلام السلام عليكم إخواني أخواتي ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناتكم التعليمية عالم الأميرات معكم المعلم زهير نتمنى من الله تكونوا بألف خير نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بكامير الصحة تكون جميع أحوالكم طيبة إن شاء الله نشكركم على تعليقاتكم وعلى دعواتكم وكلامكم الطيبة ربي جزيكم كل خير وربي وفقكم جميع أعمالكم نتمنى بالأعضاء الجدد التي تحقبنا في القناة نتمنى لهم التوفيق والنجاح فضلا وليس أمرا لكي شاهد معنا الفيديو نرجو دعم الفيديو بالمشاهدة وبلايك وبالبرتاج باش يوصل العدد أكبر من الناس كما كتشاهدوا في الصورة أمامكم موضوعنا سوف يكون مضيج اللابت الرنضة نحتاج الحرير على جوز الشعرات نحتاج كذلك الإبر النمرة السبعة الخدمة ستأتي على طول الهبطة يعني من الفوق تل تحت هنا الفتحة العنق تجعله العبارة للفتحة العنق ونبدأ الخدمة لنا بني ثلاثة الغراز كما كتشاهدوا وطلعت بني ثلاثة الغراز وهبطت في الخدمة خدمتهم هذا سوف نبدأ الخدمة لنا على بركة الله بسم الله أول شيء سوف نقوم بعمل الدقة للتوب سوف نقوم بعمل الخدمة للفتحة نقوم بعمل نقوم بعمل هذا العنق الأولى والثانية ونقوم بعمل الغرزة الثالثة كما ترون الخدمة مطلق يعني نصف العبار الغراز اللي بنيت نقوم بعمل الدقة للتوب كما كتشاهدوا ثم نقوم بعمل الخيط دائري الجهة التحت ونبدأ خدمة ديالي في هذا الخيط كما كتشاهدوا يعني ما نقوم بعمل غرزة سوف نبدأ بحبقة مباشرة ونقوم بعمل الحبكة الأولى نضيّرها جيدا للجانب لكي توقف لي العبار الخيط ديالي نقوم بعمل الحبكة الثانية كذلك نضيّر الحبكة الثالثة نضيّر الحبكة الرابعة نزيد الحبكة كذلك الخامسة ونوقف مزيان نضيّر الحبكة منذ الخيط نضيّر الحبكة نضيّر الحبكة يعني بالفضل لكي يعطيّر لكي يبقى العبار لا يتحدث يعني يعني يبقى في وسط الخدمة كما تشاهدوا نضيّر دقيقة للطوب نضيّر نضيّر مباشرة بالغرزة يعني الفوق لذلك الحبكة بين الدقة التوب وأول حبكة حبكت ندير كذلك الدقة التوب سنرد الخيط التحت كما ترى يعني متسها وشو تعمره هنا يا غرزة لأن الحبكة ديالنا سيرجع للدهر ديال الخدمة يعني ما يبقىش يبان بأنه حبيك يعني يبان كأنه خيط ديال المسوس عادي عمر بالغرز ولهذا يعني هذه نصيحة لكم فاشتبدو كتحبكو حبكو مباشرة بأول حبكة كأنها غرزة شتوفش كان عمر الحبيك كان جبت الخيط يعني ديال الحبيك للتحت باش الحبيك كيشد بالمكان دياله في الطول ديال الخيط ديالي كيجي نفس العبار نفس الماسافة كان مشي بيناتهم يعني كل دقة ديال التوب كنطلع بالخيط بهذا الشكل كما كتشوفه يعني ما تديروش مرخوف كتر من القياس وما تديروش مزير كتر من القياس يعني الخدمة ديالنا رقيقة على ثلاثة ديال الغرزات الى ارخفنا الخيط ستجي الخدمة يعني غدا عطى الدكالاج يعني ومبوقة وما غداش هو هذا مسرحة يعني في جناب ديال التوب ولا زيارنا كتر من القياس غادي نسلفوا عاو تاني الخدمة ديالنا غايتمشي مرة مفاجئة مرة مقجوجة ولهذا ردوا البال لهذه المسائل احنا قدرنا الحساب ديال الحبيك ديالنا يعني خمسة الحبكات كما كتشوفه كيجيوا مزيرين وموقفين الخيط مزيان يعني ونفس العبار كنمشيو بيه ديال الخيط اللي كننقزو كما كتشوفو يعني كنخليه في نفس العبار ديال الخدمة ما كننزيروش بزاف وما كنرخفوش يعني اكتر يعني من الحد كنكمل الخدمة ديالي كما كتشوفو ما كنحبيك ديالي كيجي في الواجهة ديال الخدمة مطلوق وباين ما كنحبيك الاولى كنزيرها الفوق مزيان باش ما تبقاش يعني مرخوفة باش من بعد فاش نهز ذاك الغرزة فاش نجي طالع بالخيط يعني ما تجبتليش الخيط اللي مرخوف مع الغرزة وجي الخدمة مشرقة من ذاك الجانب كما كتشوفو الخدمة مربوطة تحت يعني كنقوا غادين بالخيط ونضيرو الغرزة في التوب كذلك الفوق سننربط الخدمة ما يمكنش نضيرو الدقة في التوب مباشرة ضروري نضيرو هاد الغريزة هنا ونضيرو الدقة في التوب وعاد كنعمرو الحبيك ديالنا عندما اول حبك كتتزير مزيان الفوق كي يجيو ذاك الغرز مستفين ذاك العوينات الفوق يعني شي حاجة متقوقة ومتقونة يعني ومن بعد يعني هذا يبقى الحبيك ديالنا واقف في المكان ديالو يعني ما يعواش او يتلوى للدهر ديالخدمة كنكملو بنفس الطريقة وبنفس التقنية كما كتشوفو الدقات ديالتوب تهو ما كنشد غي شوية في التوب يعني ما كننضيرو الدقات غلاضين في التوب ويجيو كبارين يعني سيضيعونا الجمالية ديال الخدمة اللي رقيقة عندنا لان الخدمة اللي كانت تعريضة وكانوا الدقات كبارين يعني ما مشي مشكل بحال الخدمة رقيقة خاصة الدقات يجيو رقيقين في التوب باش الخدمة هي اللي يجي باينة ما يجيوش الدقات هما اللي يباينينا في اول مدرع في الخدمة وهذا الشي كان نخص به الأخوات اللي يخدموا بثلاثة تشعرات يعني بالاخص كما كتشوفوا الخدمة كتمشي بحال هاك يعني كنهبطوا مع الهبطة ديالنا حتى الاخر وكنجبدوا الجهتين بجوج لانني متبتهم بالإبار من الجهة الفتحة للعنق يعني كنجبدهم فاش كنجي ندير الدقات ديال التوب لاننا عادة كنجبدوا غير جهة التحتانية والجهة الفوق عندنا لاننا عادة ونجبدوها مزيان تاهية فاش ندير الدقات ديال التوب كتطلع مشربة وخاءنا يعني 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 نقادو فيها ستطلع مشربة لاننا ما كنجبدوه التوب كما كنجبدوه في الجهة التحت ولهذا ديما الجبيدة يعني يعني الجهة ديال الجبيدة اللي تجبدو التوب التحت فاش تدير الدقات ديال التوب ضروري تجبدو التوب تجيها الفوقانية باش يجي نفس العبار في الاخير وما يبقى عندكم المشكل ديال التفاوت نهائيا يعني يعني هذا شيء مهم مهمة ان اغلب الاخوات اللي يقع لهم هذه المشكل كي يكون عندهم السبب هو انهم كي يخدموا بالتوب مطلوق يعني في الجهة يعني ديال اليسار اللي تبقى لنا التحت يعني وما يجبدوه الجهة الفوقانية فاش يديروا الدقات ولهذا يعني من طبيعة الحال يتخرج يعني التفاوت ويخرج يعني جهة مشربة على جهة يعني في الهبطة ويأتي الهبطة يعطيها شكل مائل الاتجاه ما تجيش هبطة مستقيمة نيشان يعني ردوا البال لهذا المسائيل ومن الأحسن تقوموا تشدوا طرفين يعني الهبطة يعني في الاخير بجوج بهم تساوين بالفنتة وتقوموا تخدموه وديما تقوموا بجوج يعني بجوج من نفس النقطة اللي شدته بالفنتة وتشوفوا كيف عندكم التفاوت دابعا نكمل الخدمة لي بحلاكة الأخير كما تشوفوا أنا خدمت شوية ربحاني الوقت لكي تشوفوا يعني الشكل ديالها كي يطلع شي حاجة منتها الريقة منتها الدقة منتها الاتقال كنتمناتنا لإعجاب ديالكم وتجربوها يعني وتستافدوا منها في هذا فصل الصيف لأن خدمة خفيفة ممكن تطلع لكم في النهار تطلعوا الهبطة بالبياسة وتجمعوها يعني بغرزة واحدة أو بالماكينة يعني تجي خفيفة وبصحتكم وراحتكم كنرحب بالناس اللي تحقوا بنا جدا كنتمنا لهم كذلك التوفيق والنجاح وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله مع المعلم زهير وأعمال مميازة كما أودناكم دائما اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة